وأستعين الله في ألفية مقاصد نحو بها محوية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التاك الكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصير بيتان حسنان سهلان علامة التأنيث إما أن تكون تان وإما أن تكون ألف عندك فاطمة هذه علامة التأنيث ألف مثل سلمة وحبلة مثلا أو عجلة أو نحو ذلك وفي أسام أي في بعض الأسماء قدر التاك الكتف لا تكون هناك علامة التأنيث واضحة ظاهرة لا هي تا ولا هي ألف كما هو الحاصل فيما سبق وهناك الألف الممدود أيضا مثل صفراء وحمراء ونحو ذلك لكن يكون التأنيث مقدرا مثل سن فار كتف ولهذا سوف نعرف كيف عرفنا أن هذا اللفظ مؤنث عرفناه عندنا عوامل هي التي تجعلنا نعلم أن هذا مؤنث عندنا التصغير والجمع والرد بالضمير وغير ذلك ولهذا قال ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير لو كان البيت يعرف التأنيث بالضمير ونحوه كالرد في التصغير فهي استدل على التأنيث إذن بأمور أولا الضمير طيب وحتى أيضا بالوصف كقول الله تعالى وبئر معطلة عرفنا أنها مؤنثة لأنه قال هنا معطلة وهكذا إذا جاء في كلام العرب هنا أيضا في الكأس عرفنا أنها مؤنثة لأنه رد إليها الضمير مؤنثا فقال كأسا كان مزاجها طبعا في أحيانا بعض الألفاظ يجوز فيها الوجهان يجوز فيها التذكير والتأنيث مثل النار يجوز فيها التذكير ولذلك قال بعض الناظمين ومن جموع النار أيضا أن أروا وأنثنها وقد تذكروا طيب والتصغير تصغير يرد الأشياء إلى أصلها والجمع كذلك يرد الأشياء إلى أصلها فهذه كلها من أساليب الرد إلى الأصل أو معرفة الأصل اللي هو مذكر أو مؤنث نقول في نار نويرة وفي فأرف ويرة وفي كتف كتيفة وفي سن السنينة وفي يد يديه وهكذا ورجل رجيلة هذا هو التأنيث بما فيه أيضا كذلك من خبايا وعمق وإلى اللقاءة إن شاء الله